الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سنتكلم في هذا اللقاء عن أهمية دراسة الثقافة الإسلامية بداية يمكن القول بأن دراسة أي علم من العلوم لا بد أن يؤدي إلى زيادة المعرفة وبالتالي إلى تنمية المدارك وصقل المواهب وزيادة الحصيلة العلمية لأن الدارسة يتعرف على حقائق لم يكن يعرفها من قبل وما الثقافة الإسلامية إلا علم من العلوم المهمة التي تقدم التصور الصحيح والكامل للحياة والإنسان والكون ومن خلال دراستها يتحقق للمسلم جملة من الأمور لعل من أبرزها أولا رفعة القدر والمنزلة لأن الثقافة الإسلامية تنبثق عن الكتاب والسنة فمتى ما درسها المسلم وتمسك بها نال تلك المكرمة كما نالها سلفه الصالح فإن الأمة الإسلامية لما كانت متمسقة بثقافتها ومحافظة عليها كتب الله لها العزة والرفعة فكانت لها السيادة والريادة ودراسة الثقافة الإسلامية أيضا تنمي المعرفة والشعور بالتميز وذلك أن الثقافة الإسلامية تجمع حصيلة مناسبة من العلوم والمعارف المتعلقة بالإسلام سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو بالشريعة وهذه المعرفة تجعل المسلم يقدر قيمة الموروث الإسلامي الذي أكرمه الله تعالى به وتجعله أيضا يشعر بالتميز والتفرد في ثقافته التي لا يشارك فيها أحد من أصحاب الثقافات الأخرى التي تنتمي إلى موروثات الموضوعة أو محرفة إن كان لها أصل سماوي رابعا تربط المسلم بماضيه التليد وحاضره المعاش وتضع له معالم مستقبله المشرك وهذا مما يعزز انتماءه للإسلام وينمي روح الولاء له فيعرض عن الانتماءات الأرضية من القومية والعرقية والعنصرية التي تضاد الإسلام ومن أهمية دراسة الثقافة الإسلامية أن لها دورا في توجيه العقل وإرشاده فهي توجه العقل الوجهة السليمة فيصح تصوره لكل ما حوله ويعرف كيف يتعامل معه وترشد العقل إلى التدبر الصحيح والتأمل في ملكوت الله عز وجل لاستغل ذلك في عمارة الأرض بما يعود بالخير والنفع على المجتمع المسلم وعلى البشرية جمعا ومن أهمية دراسة الثقافة الإسلامية أنها تلبي مطالب الروح والجسد والفرد والجماعة بالتزان وهذا مما لا يوجد في أي ثقافة أخرى فإن الثقافة الإسلامية لا تغلب جانبا على جانب آخر لأن التغليب يعني التشويه كمن يهتم بعضلة إحدى يديه ويهمل الأخرى فتنمو هذه وتضمر تلك وهذا يعني التشويه وبالتالي فإن الدارس للثقافة الإسلامية يكتسب الاتزان الذي ينعكس أثره على مجتمعه وعلى البشرية بالصلاح ومن أهمية دراسة الثقافة الإسلامية أنها تحسن السيرة وتسمو بالأخلاق فإن الثقافة الإسلامية تؤثر على سلوك الدارس لها لأنها تدفعه إلى ترجمة الأخلاق والآداب الإسلامية في الواقع العملي في الواقع السلوك الملموس الذي يعيشه في الحياة ويتعامل به مع الآخرين وأيضا تكسب الراحة النفسية والفكرية للفرد المسلم فتعصمه من القلق والاضطراب الفكري وما ذاك إلا لأنها مرتبطة بذكر الله تعالى الذي يجعل القلوب في طمأنينة وارتياح هذا ما يتعلق بأهمية دراسة الثقافة الإسلامية مصادر الثقافة الإسلامية إذا أردنا أن نعرف جودة أي ثقافة فلنظر إلى مصادرها فهناك فرق بين المصادر الإلهية المعصومة والمصادر الوضعية أو المحرفة التي تصنع ثقافة الشعوب والنظر إلى الثقافة الإسلامية يجد أنها متميزة في مصادرها فلها مصادر أصلية ولها مصادر ثانوية أو فرعية أما المصادر الأصلية فتتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أما القرآن الكريم فهو المصدر الأول وهو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه والمنقول إلينا بالتواتر ويعد القرآن الكريم هو المصدر الأساسي والمصدر الأول للثقافة الإسلامية وقد تعهد الله تعالى بحفظه إلى قيام الساعة كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا الحفظ بمثابة البقاء والدوام للثقافة الإسلامية فهي باقية ومستمرة ما بقي القرآن وأما المصدر الثاني من المصادر الأصلية فالسنة النبوية وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وقد جاءت السنة شارعة وموضحة للقرآن الكريم وهذان المصدران هما من يؤثر في المصادر الثانوية الأخرى ويحكمها وأما المصادر الفرعية فكثيرة ولعل من أهمها الإجماع فهو مصدر شرعي وثقافي والإجماع هو أن تتفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية فهذا الإجماع يعد مصدرا من مصادر الثقافة الإسلامية ومكونا من مكوناتها وأما المصدر الثاني الفرعي فالقياس والقياس اعتبار الشيء بنظيره ويعرف بأنه تسوية فرع بأصل لعلة جامعة فالمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام عن أمها المتوفاه قال لها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وأما المصدر الثالث فالتاريخ الإسلامي فهو سجل الأمة الجامع لأحداثها ووقائعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تمثل معينا ثرا للثقافة الإسلامية بما فيها من إيجابيات وسلبيات والتي يمكن أخذ الدروس منها والعبر لإصلاحها للأمة الإسلامية وأما المصدر الرابع الفرعي فاللغة العربية فهي لغة القرآن والسنة ولغة التشريع وبدونها لا يمكن أن نفهم نصوص الكتاب والسنة ولا أن نعرف المراد منها وأما المصدر الفرعي الخامس فالخبرات والقيم الإنسانية فالإسلام غير منغلق ولم يأتي لإلغاء الآخر بل جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق فالإسلام أقر الأخلاق الحسنة التي كانت قبله أقر الصالح ونبذ الطالح إن الثقافة الإسلامية ثقافة منفتحة تأخذ وتعطي وتؤثر وتتأثر بما عند الآخرين ولكن ذلك بشرط ألا يتعارض الأخذ مع مبادئ وقيم وتوجيهات الإسلام وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد